وفقاً لرويترز، قالت وزارة الدفاع الألمانية إن وزارة الصحة الألمانية تبرعت بـ 120 جهاز تنفس للهند يوم السبت لمساعدتها على التعامل مع الزيادة الحادة في حالات الإصابة المؤكدة كما أفادت التقارير أيضاً أن ألمانيا سترسل أيضاً طائرتين مزودتين بمولدات أكسجين متحركة إلى الهند في يومي الخامس والسادس من هذا الشهر هذا وأرسلت فرنسا يوم السبت طائرة مزودة بثمانية أجهزة توليد أكسجين إلى الهند وسيتم تركيب هذه الأجهزة في ثمانية مستشفيات في نيو ديله وولايات أخرى ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها قبل السادس من هذا الشهر وفي تايلند صرحت وزارة الخارجية التايلندية يوم السبت أن الحكومة التايلندية قررت إرسال رحلات جوية خاصة لنقل الإمدادات الطبية مثل مولدات أكسجين صغيرة وأسرة قابلة للطيء وأدوية مختلفة لعلاج مرض كوفيد-19 إلى الهند وفي الوقت نفسه إجلاء موظفين من السفارة التايلندية لدى الهند والمواطنين التايلنديين في الهند بالإضافة إلى ذلك صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية يوم السبت أن الهند تلقت 150 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في من روسيا في نفس اليوم هذا ووافقت الهيئة العامة الهندية للرقابة على الأدوية سابقا على استراد لقاح سبوتنيك فيا الروسي واستخدامه بشكل طارئ في البلاد